تعالوا بقى نروح شوية لمحمد صلاح والحقيقة مبارح محمد صلاح عمل شغل ممتاز كالعادة مبارح وعلى ملعب أمفلد نجح نجمنا المصري العالمي محمد صلاح في انه يقود فريقه ليبربول برضو كالعادة للفوز يعني بنتيجة كبيرة الحقيقة وفوز يتال عليه غالي على منافس محترم موتيل فريق أستون فيلا اللي طبعا فاز عليه ليبربول بنتيجة 3-0 وفي الماتش ده محمد صلاح تقريبا عمل كل حاجة حضرتكم ممكن تتخيلوها يعني يسجل صنع أهداف ساهم في صناعة الأهداف الثلاثة وكان كالعادة هو نجم المباراة بكل تأكيد مبارح طبعا ماتش يعني لازم يتوقف عنده شوية لأن المباراة دي ممكن تبقى إلى حد ما نقدر نسميها أنها مفترق طرق بالنسبة لمشوار محمد صلاح الاحترافي أولا صلاح رفع رصيده التهديفي لهدفين الأول لو تفتكروا حضراتكم كان في مرمى بورن موث من جولة التانية والهدف التاني كان مبارح في مرمى أستون فيلا وبدخل بالتالي من بدري في سباق الهدفين كان معتاد ثانيا فاضل بالتمام وكمال 72 ساعة على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي وأكيد العرض القوي جدا والمجزي جدا من نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح مش هيوقف عند المتين مليون الناس كتير قوي بتتوقع أنه هيكون فيه تحرك جديد من مسؤولي اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح في الـ 24 ساعة المتبقية على أقصى تأدير وارد جدا للأرقام اللي بتتقال طول الأسبوع اللي فاتت تتضاعف ويعني ممكن جدا يكون كمان فيه زيادة في المقابل المادي لنادي ليفر بول كمان إلى جانب طبعا زيادة راتب محمد صلاح الشخصي خصوصا وأنه الحقيقة في قمة تقلقه حتى في الوقت اللي فيه تراجع ملحوظ في مستوى الفريق ككل لكن أنه يعني ببعى دايما عنده الاستمرارية وقدر على أنه هو يسجل ويصنع الفرق كمان نجح جدا في أنه يعني يحقق انسجام واضح جدا معاه أو ما بينه هو وما بين اللاعبين الجدد وطبعا أبرازهم لاعب الوسط المجري دومينيك سوفرسلاي اللي أثبت حضوره القوي من بدري جدا مع ليفر بول واضح أن المتحة تزداد الفترة اللي جاية